من أحكام الحج سين هل يكثر الحج المبرور كبائر الذنوب؟ جيم ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كثارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة لا تكثر إلا الصغائر أما الكبائر فلابد لها من توبة واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وذهب الإمام بن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكثر جميع الذنوب لظاهر الحديثين المذكورين والله أعلم